معنا من عمان الكاتب الصحفي الدكتور صلاح العبادي أهلا بك دكتور صلاح معنا على سكاي نيوز عربية الدكتور صلاح اجتماع مهم للغاية حياك الله بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي هذا لم نراه منذ فترة طويلة حتى يقال أن هذه الترتيبات الأمنية أتت حتى بعد قبول السلطة الفلسطينية بسحب بعض القرارات في مجلس الأمن كما رأينا منذ أيام ما المواضع التي ممكن أن تطرح هنا هل هي فقط على الحالة الأمنية أم أن قضية السلامة وبعد السلام الفلسطيني وإسرائيلي الشامل قد يطرح هنا ما الذي تعتقده يعني الكل يعلم بأن المفاوضات الأخيرة التي كانت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كانت في عام 2014 ومنذ عام 2014 انقطعت المفاوضات بين الجانبين فاليوم يلتقي الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي بمشاركة أطراف إقليمية مهمة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية تأتي هذه الاجتماعات في مرحلة دقيقة وحارجي من أجل وقف التصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي ومن أجل أيضا الوصول إلى تهدئة شاملة تضمن الحيلولة دون أي تصعيد ممكن لسيما وأن أقل من شهر تفصلنا عن شهر رمضان المبارك وبالتالي المملكة الأردنية الهاشمية والأطراف الإقليمية المعنية بهذا الملف يهمها مهتمة بالدرجة الأولى إلى وصول الوصول إلى تهدئة تضمن الحيلولة دون قيام بأي إجراءات أحادية الجانب من قبل الجانب الإسرائيلي وبما يضمن التهدئة وضمان إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وبالتالي عندما نتحدث القرار الذي تم خلال الفترة الماضية على صعيد مجلس الأمن كان بمقابله الوصول أيضا إلى حل يضمن التهدئة يضمن احتواء المواقف السياسية والأوضاع التي تجري على الساحة الفلسطينية وبالتالي هذا كله يصب في مصلحة مشتركة من أجل إقاء حل الدولتين ومن أجل ضمان قيام الدولة الفلسطينية دكتور صلاح تعتقد حل الدولتين أو إنهاء المستوطنات أو هذه القضايا التي ترفض طرحها للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل ممكن تطرح في هذا الاجتماع تعتقد ذلك من المؤكد بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار المصلحة المشتركة وبما يضمن التهدئة على الأرض الفلسطينية من أجل قيام الدولة الفلسطينية واحتواء الأحداث والحيلولة دون وقوع أي أزمات سياسية وتفجر الأوضاع بالداخل الفلسطيني وبالتالي أنا أعتقد هذا الاجتماع جاء من أجل بحث هذه الأجندي من أجل ضمان من المؤكد بأن هناك موضوع حل إقامة الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية هذا هو بصلب الاجتماع الأمني الذي يعقد اليوم والمعلومات التي رشحت بأنه سيستمر إلى عدة ساعات حتى مساء اليوم دكتور صلاح مع وجود هذه الحكومة اليمنية المتطرفة وهي رفضت أي اجتماعات ما الذي جعل هذا الاجتماع بعد تسعة أعوام متاحا وكما يقال بضغط أمريكي هنا على الجانب الإسرائيلي للجلوس وإيجاد بعض المخارج ما الذي جعله متاحا ما المتغيرات التي تفرض نفسها على هذه الساحة المعقدة بداية لا بد أن أشير إلى مجريات الأحداث السياسية بالداخل الإسرائيلي والأزمات السياسية التي تواجهها حكومة نتنياهو وما واجهته أيضا خلال الفترة الماضية وكان هناك احتجاجات على سياسات هذه الحكومة أضف إلى ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل أيضا بما يضمن السلام بالمنطقة والدور الأردني البارز المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة الماضية تقوم بدور بارز من أجل إنهاء التصعيد من أجل ضمان إقامة الدولة الفلسطينية وبالتالي هذا يعود أيضا إلى نجاحة الدبلوماسية الأردنية وهناك سياسة حكيمة من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومن أجل تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة الدولة وفق الشروط التي تتحدث عنها المملكة الأردنية دائما باستمرار بالتالي إذا أردنا أن نعود إلى الداخل الإسرائيلي وما تشهده الساحة الإسرائيلية من ردود فعل تجاه التصعيد الإسرائيلي وردود فعل غاضبة أيضا تجاه الحكومة المتطرفة كل ذلك صب مصلحة الجانب الإسرائيلي الذي صلاحة خلال الفترة الماضية السنوات الماضية دائما ما كانت هناك نداء توامل الجانب الفلسطيني والأردني لإيجاد اجتماعات مع الجانب الإسرائيل جانب إسرائيلي يرفض أو لا يتطرق إلى هذه المسائل اليوم يقال هناك خطة في تعزيز دور الوجود الفلسطيني الأمني بشكل أكبر في الضفة وفي بعض المناطق الأخرى بالتنسيق مع إسرائيل وولايات المتحدة وبعض دول المنطقة إلى أي مدى هذا صحيح باعتقادك يعني ما نقرته بعض وسائل الإعلام لا سيمة الإسرائيلية في هذا السياق أنا أشكك بمدى المصداقية لأننا إذا أردنا أن نتحدث عن خطة من أجل تمكين القوات الفلسطينية من أجل أن تأخذ زمام الأمور هذا يتمكن يعني يتطلب بداية أن نمكن السلطة الفلسطينية من القيام بدورها نمكن السلطة الفلسطينية أن تكون أن يكون لها سيادي مستقلي وبالتالي هذا يتطلب بداية قيام دولة فلسطينية